الشخصيات بتهيأل اللي أكثر محتاجين نعرف اللي هم يعني إحنا اللي منسمهم المفضلين في حياة يسوع كيحنى الحبيب وبطرس طبعا الرسول مريم والمريمات راحوا وأخبروا بطرس ويحنى وصار في عملية سباق بين بطرس ويحنى يقول الكتاب أن هم اللي اتنين خرجوا جري من المكان اللي كانوا فيه لما أخبرتهم مريم والمريمات اللي معاها يقول الكتاب أن يحنى ركض أسرع يمكن كان أصغر في السن يمكن كان متحمس أكتر ولكن لما وصل لباب القبر ورأى الحجر مضحرج ويقدر يبص من الخارج فيكتشف أنه ما فيش جسد وقفه ولم يتهم إلى إن أدركوا بطرس وبطرس عارفينه هو الشجاع المتحمس دايما ودخل رد فعل يحنى يمثل رد فعل كثيرين مننا ناس حلوين ناس طيبين ناس بيحبوا الرب يندفعوا بكل حماس وكل أشواق قلوبهم ناحية الله وناحية الخير وناحية عمل الخير ومساعدة الآخرين وتشجيع الآخرين لكن فجأة وهو بيجرب كل حماس تلاقيه فجأة وقف ما بيتحركش للأمام أكتر من كده يمكن نتيجة ظرف مفاجأ حصله تحدي مشكلة مرض عوز فجأة حصل شيء خلاه يتوقف عن التقدم وده محتاج دايما تشجيع هو تشجع لما بطرس دخل هؤلاء الأشخاص مفيش في حياتهم الأبسان داون زي ما بيقولوا في قفزة وبعدين توقف لفترة نتيجة تحدي لو حد شجعه يقفز أكتر ويتقدم أكتر